وياي الأخت اقبال اقبال فائق فتحي والد السجين يم حياتي الله وأخت سجناء انت حتي يم حياتي الله حياتي الله يم قل لنا من ين جاية وحتينا القضية ما لتش عندك تصريها بخمس دقائق متفضلة حياتي الله يم حياتي الله سلام عليكم استاذ أنور عليكم السلام أنا من بغداد ان شاء الله وعندي ابني ابو شهيد الله يرحمه وأخوتي وأبوهم همين متوفي واثنين هم أخذوهم من مركز أبو تشير راحوا على عالم يعني عركة صارت عركة صديقهم متعارك ناشد اتصل عليهم قالهم يابا أكو عركة هجموا عني أنا جماعة وهيش وهيش السالفة راحوا ديش وشفون شنو صار بالمركز هذول الجماعة المتعاركين اللي قاموا بباب المركز تصوروا وهجموا وهما والشرط عليهم والنشرة والفيديو كل يتا اللي طلعوا بالقناة طلعوا على القنوات وطلعوا على مواقع التواصل الاجتماعي وهما مانوا بشغلة لا بالعركة ولا راحوا وسجلوا دعوة الشرط عليهم بين هجوم مسلح من قبل من جهة معينة ما أعرفهم هم منه قالوا يابا احنا هيش وهيش صاروا يعني ماكو يعني تريد لك واحد تروح علي رحنا على الشرطة رحنا على المدير ما للشرطة ماكو واحد لا يقبلون يتنازدون لا يقبلون يعني أخذوهم ما ندري وان ودهم المهم راح ودهم للوحدة التحقيقية ما للوزارة نعم والولد المضروب موجود العائلته موجودة ضرب مبرح والدعوة ما لاتهم ناموا عليها نحن ناشد رئيس الوزراء ناشد الوزيرة الداخلية أنا ابني شهيد هو أصلا أبوه شهيد وهذا ما لات الشسمة الأمر اللي داري ما لات أبني شوين هسا يما أول شيء الله ومنتسب على وزارة الداخلية بالوحدة التحقيقية ما للوزارة الداخلية ايش قصر لي يما ايش قصر لي صار لهم شهر ونص هناك حطوا لي صورة معالي وزير الداخلية البطل اسمحي لي حطوا لي صورة معالي وزير الداخلية البطل سيادة الفريق أو الركل عبدالأمير الشمر المحترم اللي حقيقة بهذا الأسبوع والمضة تواصل يومي ويالمواطنين وجاي يلتقيهم بشكل مستمر حتى بعد ساعات الدوامة ناشد الوزير اسمحي لي اسمحي لي أطيني عطوة رحمة لديك أنا ابنك وخادمك حطوا لي صورة سيادة اللي هو الدكتور سعد معا البطل هم من اللي أنا شفته الدكتور سعد معا أيضا بمتابعة يومية أنا أريد متفضلين نخوة عرب رجعوا لي هسا نخوة لكم لأثنين هاتكم أبطال وزارة الداخلية هي من أهم الوزارات وأنجحها بوجودكم بوجود الفريق الشمري هذا أسد الداخلية وأسد العراق رجاء للقاء السريع ويهاي الأمواية لبحث مشكلة ابنها تقدر تقولين ابنة شمها اسمها متفضلة تقولين اسمه عيمن وحيد نبيل وهو أحجي هو عنده أصلا أمر داري بتعيينه أبوه شهيد أمر داري عنده بتعيينه أبوه شهيد وأخذوه الله وكيلك لا حول ولا قوة أخذوهم لموهم من الباب المركز وأخذوهم إحنا ما ندري ما ندري بهم لو ما نخلي محامي وراح عليهم وشافهم يلا طلعهم أخذوهم ما ندري بهم وين أخوتي اثنين وهو أخوي موظف موظف الله وكيلك لا تابع الجهة معي إنتداز الصور يصير نعرضه لو ما يصير أنا سيدي دكتور علي دي دزل موهم لها شنو هاي دي دزل دي دزل دي دزل آسف يما آسف إذن أنا خلود زياد أختي السعة التصليل بمكتب السيدة الوزير المحترم الريد لقاء أبوه وين استشهد يما هنا ببغداد هو منتسب على وزارة الداخل أبوها منتسب مستشهد هنا ببغداد بالعظمية بحادث يعني حادث إرهابي وابني أصلا طالع تعيين إرهاب إيه إرهاب حادث إرهاب هو منتسب يعني ببغداد ياسنة 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 استشهد أبوه يرحمه بال2004 بال2004 إذن والله متفضل سيد الوزير مع الوزير حطوا لصورة متفضل متفضل يا ريت لو هسد دزعلية أنا أتمنى بس من وزير الداخل يدخل بغاية لأنها شغلة مشاجرة وأكو ولد مضروب رقمت يام خلود الزياد موجود وأكو ولد مضروب أصلا ضرب مبرح واللي ضربوه طلعوهم من المركز وطلعوهم أصلا من الدعوة واخذوا بس ولدنا أخذوا بس ولدنا أستاذ نعم نعم إذن هسه هو الطرفين طلعوا من المركز طلعوهم المضروب وذاكي نعم طلعوهم من المركز وولدنا أخذوهم المكافحة من المكافحة للوحدة التحقيقية أنا هذا الأمر لازم ينحل يا سيد الوزير بس خلي شوي خلي شوي السيد الوزير وأناشد أناشد الأستاذ النائب عبد الكريم يدخل بهذا يعني الأمر لأن إحنا ما عدنا سيادة طريقة وكن عبد المباشر بعد خلاص إن شاء الله ما تحتاجين سيادة النائب الشيخ عبد الكريم عبد الكريم وأتمنى من عنده يدخل بهذا الموضوع يعني هم الشرطة أخوتنا يعني وإحنا رحنا واعتدرنا من عدهم ما قصرنا وإياهم بس الموضوع يمسي سيادة الوزير أتمنى يدخل بالموضوع والقضاء يكون عادل لأن هذول راحوا راحوا أبرياء موعدهم فشي راحوا علي لهم هجوم مسلح ولا هم راحوا على مد يعني يختحمون المركز لا شايلين سلاح الله وكيدك حتى سايبات عندهم سيارة اللي راحوا بها راحوا يشوفون شغلة صاحبهم شنو والولد هذولاك المضروبين ودوهم للمستشفى ما إن شغلة لا بهذا ولا بعركة ولا ندري شنو صار بالعركة ما للولد ما ندري بها راحوا يفتهمون السالفة شنو اللي فعلهم هذا الموضوع وصارت رائعة مصورهم اللي يدري يصور هو نفس الولد اللي ضربوا أهل العركة واحد منهم محامي واحد منهم شيخ واحد ابن المحامي هو اللي جاي يصور ونشر الفيديو يصور الولد جوا بالمركز ونشرهم بدون لا تغويش ولا أحد شيء بسمحي لي سيادة اللواء آسف على زعاجك سيادة اللواء الدكتور البطل سعد معا الله يحفظك يبارك سيادتك ويا أنا أم زوجة شهيد كان منتسب في وزارة الداخلية وابنها أيضا مقبول كمنتسب وزارة الداخلية عادة مشكلة صارت مشكلة لابنها مشاجرة وهو الآن في لجنة تحقيقية صار لشهرين فتطلب لقاء معا للسيد الوزير شوء ممكن تساعدة سيادتك حالة البركة حالة البركة بس أبعثي تليفونها واحنا ننتصب بها شارع أمرك لأنني سيئة موجودة بغداد وأنا أرسل لك سيادة أنا مرتين راح أتل بالوزارة وما أخلوني لا أشتيك ولا أسوي كل شيء شكرا سيادتك شكرا إما أنت بعد وصلت التاسعة وصلت الفلوجة تفكلي على الله راح أستدزل أدزل رقمتش بس دكتور عالي زكي الله يلطيك استاذ أهل ورود إن شاء الله أنا ناشد الشيخ عوفت من الشيخ عدي كرر عبطة أنا الله يحضر عوفت خميس الخنجر على كلهم وأتمنى من القضاء هو هماس على محكمة الدور أتمنى من القضاء يحقق بالموضوع زيان شبي أبو سرم ما تطلعوني صورة خلود رقم الأخت اللي ويانا سير راسم دكتور سعد معا حتى سيد الوزير يأخذ لازم بهذا الموضوع تسلمي شكرا هلا هلا الله يبارك بيك وحياتي الله يمه وأنا أشكرك ونورتين هسه تليفونك من خلود زياني الله يسلمك استاذ الله يسلمك استاذ أنور أريدهم من شاربك أريدهم من شاربك استاذ أنور من شاربك أريد هذا الموضوع إن شاء الله خير وإن شاء الله ما تقصر وذولة ولدك واخوتك الله وكيلك عوائلهم برقبتنا الله وكيلك ما عندنا أحد أنا بسهل ولد عندي بسهل ولد واخوتي اثنين وقعدين يجاع ما عندهم لا أسد شيء وإن شاء الله وإن شاء الله واني كل الأدلة عندي هم رايحين على مدأة صاحب هم مضروب الله وكيلك ومحمد كيلك لا غيرهم لا رايحين هجهم مسلح ولا شأنين كل شيء إن شاء الله محلولة يعني ليش دا أقول ليش تركيش وإن شاء الله ما تقصر أستاذ إن شاء الله ما تقصر خادمة يمة وليش دا أقول ليش يعني الشغلة ويم الشيخ عبد الكريم عبطان جبوري الله يحفظه يم السيد وزير الداخلية وأسد الداخلية وأسد العراق عبد الأمير الشبرة ما يقصر هو عوائل شهداء وإن شاء الله نقبل منها يطلعون بأقرب وقت أريد ما عندي أحد غيره ما الله شاهد وإن شاء الله حياك الله ما تقصر أخوتي ما تقصر